بتمنى على المودعين يشاركونا ويدعمونا لأنه حقكم ما رح يضيع أنتوا أصحاب حق وبتمنى على السياسيين والأشخاص المعنيين ما بقى يجيبوا سيرة الاحتياط الإلزامي لأن هيدا ملكنا لقلنا ما حدا خصو فيه لا لا ندعم شيء ولا لا لا ندعم فيول ولا ندعم غير فيول وبتمنى على أصحاب المصارف يتعاونوا مع المودعين قبل ما يفلت الملأ من بين إيدينا لأنه نحن طال أصحاب حق وإنتوا عارفين أنه نحن أصحاب حق نحن بس بدنا ننسق معكم بطريقة نعمل مصلحتنا ومصلحتكم مش بس مصلحتكم اللي قلع ماشي سنتين لأنه نحن هذا الشي ما بقى رح نرضى فيه وبفتكر آخر تحرك كان إلنا هو كان خير دليل على اللي عم بحكي أنا هلأ أول شي موضوع المودعين موضوع عام موضوع كل العالم عم تعاني منه كل أغلبية الشعب اللبناني فأهم شغلة موضوع المودعين هي أن الأموال موجودة يعني لسوق الحظ نحن كذا محلل محلل اقتصادي محللين اقتصاديين عم بيطلعوا على تلفزيونات أن الأموال ما أنا موجودة لا الأموال موجودة وبعملية حسابية صغيرة إذا بنرجع أنه الدولة الدولة متدينة من هالبنوكة من القطاع الخاص فترة 25 سنة هال 25 سنة كل سنة كان فيه تقريبا بحدود المليارين وشيء أرباح أو فويد على هالمبلغ فإذا بنحسبهم عفترة 25 سنة بيطلع لنا المبلغ لليوم بيطلع لنا المبلغ أدي عاملين هالبنوكة هانهيك عن الفويد اللي كانوا يعملوها من اللونز القروض السكنية القروض السيارات القروض الخاصة وغير عن الاستثمارات اللي كانوا يعملوها والكان مفروض يعملوها هلا نحن اليوم عم نحدد المسئوليات ولسوق الحظ القطاع المصرفي ما بدي إينا نحدد المسئوليات عليه اليوم نحن كمودعين علاقتنا مع القطاع المصرفي ومع المصارف نحن لا حطينا مصرياتنا بجيبة رئيس حكومة ولا حطينا مصرياتنا بجيبة رئيس مجلس نواب ولا بنواب ولا بوزراء ما خاصنا فيهم نحن إيمانا بالقطاع الخاص اللي هو العمود الفقري تبع هالبلد واليوم القطاع المصرفي نحن مع أنه يتعدل بمنهج أو منهجية القطاع المصرفي مش مع تدمير القطاع المصرفي أبدا لأنه العمود الفقري تبع البلد بس بنفس الوقت هالنهج اللي كانوا ماشيين فيه 30 سنة شفنا لوين وصلنا وصلنا لإفلاس تام ووصلنا لنوع من اللي مش عارفين من مصرياتنا نحن اليوم المودعين لم نعرف وين مصرياتنا ولم نعرف إمتين مصرياتنا راح نحصل عليهم ولا فينا نحصل عليهم في حال حدا عنده مرض حدا عنده دواء حدا عنده سفر حدا عنده بديتحكم بشي مستشفى بشي إرجان أو شي اليوم اللي بنوكي عم بيجربوا يخيلولنا إياها أنه علاقتنا مع مصرف لبنان مصرف لبنان هو ينظم القطاع المصرفي بس نحن كمان ما دخلنا بمصرف لبنان اليوم وقته القانون يسمح له للقطاع المصرفي يستثمر بحكمية مصرف لبنان أو بالدولة اللبنانية بمحدود 30% اليوم وصلوا استثمارات أو دين القطاع المصرفي إلى 77% وهذا المشكلة اللي نحن فيها وقته صار وبدالما البانكينج ساكتر آخر فترة من الـ 2016 لليوم هاي اللي بقلوله للهندسات المالية بدالما يفتشوا على استثمارات خارجية أو استثمارات زراعية أو استثمارات صناعية أو حيلا استثمارات راحوا حطوا متل ما بقولوا بيضاتهم بسلة وحدة وهيدا الشي اللي أثر علينا هلأ أفلسة نوعا ما عندها تعثر الدولة عنده تعثر مصرف لبنان هيدا الشي كمان نقلب على القطاع المصرفي اللي هو قطاع خاص ما مفروض يكون بهالطريقة مستثمر بالقطاع العام لأن دايما القطاع العام هو مستثمر فاشل بالنسبة للسياسة والسياسيين بدأ أطلب من السياسيين أنه الاحتياط الإلزامي هو ملك المودعين لا ملك حدا لا مصرف لبنان ولا ملك السياسيين كل شوية عملونا بازار سياسة بدنا نستعمل الاحتياط الإلزامي وبدنا نستعمل الاحتياط الإلزامي الاحتياط الإلزامي هو بشكل 15% من مصريات المودعين اليوم صغار ومتوسطي المودعين تخلص قصتهم يعني اللي عندهم من 10,000 إلى 200-300,000 دولار تخلص مشكلتهم بحدود 8 مليار ونص دولار ونحن عم بيقال أنه بعد فيه 15 مليار بالاحتياط الإلزامي فإذا بتنحل مشكلة 85% من اللبنانية بـ 8 مليار ونص شو بعضه الناطرين ولسوق الحظ ما لمسنا بعد لهلأ نحن عملنا كذا حوار وكذا لقاء مع كذا مسؤول سياسي وكذا وحاكم مصرف لبنان ورئيس جمعية المصارف وأعضاء جمعية المصارف ما في جدية بحل هالمشكل ما في جدية أبداً ولسوق الحظ تقاعص المودعين وغياب المودعين ودعم المودعين لجمعيات المودعين عم بأثر سلباً على أنه نحصل على حقنا نحن اليوم أصحاب حق وقضية المودعين قضائياً هي أهياً قضية يعني اليوم بفهم موضوع انفجار المرفع فيها تقويل معين أنه هيدا انفجار هيدا أصف هيدا تخاذل بالمسؤوليات أوكي بس قضية المودعين هي قضية هيدا سرق مصريات هيدا عهينة يعني ما بده قضاء ولا بده فقه قضاء كرميل يلاقوا الحل فيه وبالنسبة للمودعين المودعين أنا بدي وجه لهم رسالة اليوم للمودعين المودعين اليوم ما حدا رح يحك جلدكن غير دفركن إذا مفكرين في حدا رح يجي يقلكن أخر تمهار تعقوا هاو مصرياتكن ما توخزونا ها مش رح تصير رح ذكركم بأول أزمة وأول 17-20 بعض المصارف بيعوا اليورو باندز طابعولون بقيمة 5 مليار دولار ما بفتكر ولا بانك إجا حكي مع مودع قالوا تعقوا هاو دولاريتك من المصريات اللي إنت حاطتهم عنها ورجع بمارش 2020 كمان بيعوا في بعض البنوك بيعوا بيعوا فروعتهم برات لبنان وكمان أبضوا بالدولار كمان ولا إجوا ولا إجوا حكيوا ومع ولا مودع ليردوله مصرياته وليردوله جزء من مصرياته فاليوم نحنا يا مودعين بتكون تفهموا إنه ما في حدا لا سياسة لا قضاء آآ لا مصرفة ما في حدا رح يحللكم مشكلتكم هن تاركينكم لأنه إنتوا رادين بتلت تلاف وتسعمية رادين إنه هلأ تاخدوا أربعمائة دولار مع عشر تلاف شرط ورادين بكل شيء فتاركينكم لآخر شيء ليخلصوا كل أمورهم ليخلصوا كل ديوناتهم لمصرف لبنان وكل ديونات مصرف لبنان والسياسيين وآخر شيء بفكروا إذا بيعطوكم جزء من مصرياتكم فبتمنى عليكم يا مودعين حاجم كتفين إيديكم لأنه مش هيكي عنا يعني نحنا أكتر من هالقضية المحقة ما في بطكن تتحركوا ما بقى تكونوا تعودتوا على الفكرة إنه قال مئة دولار طب قلنا تلاتمئة وتسعين ألف وهي عشرين ألف برات برات بالسوق السوداء فبتمنى عليكم قلنا حق وفيه طرق كتير نقدر نجيب حقنا فيه طرق كتير وبالقضاء فيه طرق كتير لأنه فيه قضاة بعض النازهين ونوين يتعاونوا وفيه مصرفيين كمان آآ 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 مقدرين نوين يتعاونوا فما بدنا غير الدعم الشعبي نحنا قص جمعية صرخة المودعين قردي عم نعمل كل الشغل الشغل القضائي الشغل على الأرض الشغل الإعلامي كل الشغل عم نعمل وما بدنا من المودع غير يسندنا ينزل يوقف وقت نعمل تحرك لأنه منكون عم نشكل ضغط لنوصل لمطالبنا ونحنا منطلب من جمعية المصارف اليوم وأصحاب المصارف إنه نحنا مادين الإيد قلنا أكتر من ست شهر عم نقلكم إنه بدنا نعمل آآ طريقة تنيناتنا نكون مستفيدين مش نعمل الطريقة اللي ماشيين عليها قلنا سنتين أنتو الوحيدين المستفيدين بهيدا الموضوع بالتعاميم اللي عم يصدرها حاكم مصر في لبنان أو بغيرة أنتو بس عم تعملوا مصلحتكم نحنا عم نقلكم بدنا نعمل مصلحتكم ومصلحتنا فإذا بتريدوا قبل ما يعني أنتو شفتوا إنه شوي شوي آآ العالم عم تصير أجراسف زيادة عن زموم شوي شوي هالقضية بدنا عم تكبر وشوي شوي هيدا قضية محقة وإنتو يا مصرفيين عارفين إنه نحنا أصحاب حق فبنتمنى عليكم تتعاونوا معنا لأن منا طمعين نحنا نحنا ما بدنا غير حقنا وقدرين نجزقه بس نطي يطلع لنا شي من حقنا ما فينا نتخيل نحنا كمودعين ما نقدرين نسافر متل ما بدنا ما نقدرين نصيف متل ما بدنا ما نقدرين نعيل عيالنا متل ما بدنا وما في صاحب مصرف اللي هو المسؤول الأول وعضاء مجلس الإدارة المسؤولين الأولين عن هيد المشكلة اللي ولا واحد تغير فيهم بهالأزمة مع أنه سياساتهم النقدية هي اللي وصلتنا لهون بس ما في واحد منهم منقص شي عليه هيدا اللي بفقرة وهيدا اللي بمونكو وهيدا اللي بالبترون وهيدا اللي ما بعرف وين كلهم مصيفين وعايشين أحلى حياة ونحنا قاعدين نتفرفك من ورا سوق إدارتكم لأموالنا اللي نحنا ما شركناكم فيها أنتو بس تمانين على أموالنا وتصرفتوا فيهم بطريقة غير مقبولة شكرا